السلام عليكم دعوني لما اريكم ارخص كامرة ديش كام طبعا هي اسمها ديش كام بس نستطيع استخدامها في السيارة طبعا وغير السيارة لان استخدامها سهل جدا وغير كده تشتغل مباشرة بشاحن الجوال يعني استطيع توصيلها بشاحن الجوال واستخدامها في اي مكان كان سواء في البيت سواء في العمل سواء في السيارة سواء في الرحلات في اي مكان وغير كده تركب عليها ذاكرة ذاكرة الموبي كارد اللي هي من نوع ميكرو واستخدامه سهل بسيط جدا من جرد ان تنزل التطبيق وتتصل فيها خلاص تتشتغل مباشرة على طول تسجل صوت وصورة طبعا وجودتها جدا ممتازة رغم منها رخيصة ليش لان الجودة اللي فيها فول اتشيدي الفول اتشيدي يعتبر عني جدا ممتاز لان بعض الناس يدور اللي هو فور كي وغير كذا هذه بالنسبة لي عندي انا الاتشيدي فول اتشيدي جدا ممتازة لان قمت بتجربتها الان قبل قليل هذا طبعا كما تشاهدون فول اتشيدي وغير كذا هذا الكارتون اللي يجي تبعها كما تشاهدون اه بديل حقا هنا بيون ديش كام وهنا اسم الشركة هذه وهنا اسم الشركة وهنا المواصفات الموديل برضو طبعا الكاميرا سعرها بمئة وعشرين ريال وهذا الكتالوج اللي يجي تبعها طبعا يجي عندها الكتالوج ويجي معها ذاكرة ذاكرة 64 هاي الذاكرة اللي هي 64 جيجا طبعا الذاكرة لما تنشغلها والمرة لازم تعملها تاهية عشان تشغل وهذا السلك هذا السلك اللي هو سلك الشاحن طبعا من نوعها ميكرو وغير كدا يجي معها شاحن سيارة طبعا اذا كنت تستخدمها في السيارة اذا ما بتستخدمها في سيارة تستطيع استخدامها في أي شاحن عادي حتى تستخدمها في الباوربنك اذا شغلتها عن طريق الباوربنك تشتغل معاك تمام ما في أي مشكلة طبعا اذا اشتغلتها بالبوربنك تستخدمها في اي مكان في رحلة في اي مكان تذهب معها تشغلها على طول مجرد ان تحطها في اي مكان تستطيع الساقة هنا عندها قاعدة تلساق تستطيع الساقة في اي مكان ويجي عندها تبعها برضو هذا الالساق هذا اذا في مكان ما تركب عليه نستطيع تلساق هذه واضافتها كذا هنا اذا خربت علينا هذه طبعا الشيء خفيف جدا وصغير كما تشاهدون حجمه في اليد كيف وتلف تدور في اي مكان طبعا عندها هنا القاعدة هذه دوارة تستطيع استخدامها وتدويرها في اي مكان طبعا بهذا الطريقة تستطيع تدويرها يمين يسار فوق تحت او غير كذا نستطيع خلع القاعدة هذه ونركبها في اي قاعدة ثانية هنا في عندها مكان زي المسمار تركبه فيه طبعا فيها صوت طبعا وتستطيع توصيلها عن طريق الواي فاي ما يحتاج لها اي حاجة ما يحتاج لها اي اعدادات لانه توصل واي فاي مباشرة في الجهاز واذا كانت اللمب هذه شغالة الحمرة يعني بتسجيل وهنا صوت وهنا فيديو وهذا الواي فاي هاي طبعا اللمبات اذا اشتغلت بيكون يعني كل شي شغال هنا طبعا الكاميرا بارزة من الخارج قليل يعني فيها ميزة ان لما تكون بارزة يعني تصور لنا مجال اكثر من اللي شسمه من زاوية تقريبا الزاوية اللي موجودة فيها تسعين لأكثر من التسعين ليش لانه المكان اكثر من تسعين تقريبا مية وثمانين زاوية مية وثمانين تصور ليش لانه الكاميرا مقاش اسمه بارزة تصور لنا زاوية مية وتسعين وغير كذا تجيب لنا اذا نستطيع التركها في مكان بعيد تصور لنا مكان بعيد وتجيب لنا الدقة جدا ممتازة فول تشيدي يعني الفول تشيدي تعتبر كبيرة من المميزات اللي موجودة فيها من خلال التطبيق نستطيع تنزيل الفيديو يعني مثلا ايش اسمه في مقطع معين ولا من الساعة كذا ولا الساعة كذا استطيع الذهاب للوقت المعين واقوم بحفظ الفيديو يعني مثلا انا الساعة سبعة ونص زي كذا في حاجة حصلت اذهب لنفس الوقت واراجع الفيديو اذا في حاجة حصلت في نفس الوقت والاشي نستطيع حفظ الفيديو من داخل التطبيق مباشرة ما يحتاج لبرامج ولا يحتاج ايشي من خلال الكود هذا نستطيع تنزيل التطبيق الخاص بالكاميرا طبعا التطبيق يجي عربي من المصنع مباشرة نستطيع تغيير اللغة فيه بس هو عربي اصلا نستطيع استخدامه عربي والانجليزي واعداداته جدا سهلة اول ما نتصل بالكاميرا نقوم بتحديد الوصول للموقع والوصول للتخزين غير كده بيجينا الرمز اول مرة لما ندخل الكاميرا بيجي الرمز اول مرة اللي هو من واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة صفر يعني الارقام كلها من بدايتها لنهايتها نهايتها صفر طبعا هذا اول مرة لما نتصل بها اول مرة غير كده بعدين خلاص تتصل على طول من نفسها من غير ما تحتاج ايشي غير كده اذا نسينا الرمز فيها ولا نريد عملها عدادات المصنع عندنا هنا مكان اسمه ريست هذا المكان ريست ندخل فيها ليبرا هنا ونضغط ونطول كده لمدة عشر ثواني على طول اعملها استرجاع لكل الاعدادات طبعا من نفس الاعدادات نستطيع يقاف تسجيل الصوت نجعلها فيدي فقط هي طبعا ما تحتاج اي شي عشان تبدأ تسجيل هي تسجيل مباشرة من نفسها مجرد ان ننزل التطبيق ونوصلها في لهذا ونشغلها ونضبط عليها الذاكرة طبعا الذاكرة اول ما نقوم بتنزيلها نذهب في الاعدادات في نفس التطبيق ونعمل لها اعادة تعيين لانه اول مرة ما بتتعرف عليه لازم نعمل لها اعادة تعيين بعدين خلاص تتعرف عليها وتشتغل مباشرة طبعا نستطيع التحكم بالدقة من هنا الى الذاكرة هنا عندي الدقة لان احيان مثلا الذاكرة عندي صغيرة واذا كانت الدقة كبيرة بيأخذ مساحة بيأخذ مساحة كبيرة عشان كذا اذا اردت وقت اكثر في التصوير بختار من هنا دقة اقل كما تشاهدون هنا عندي الدقة في عندي 720 في عندي 720 برضو وهذا اللي هي اعلى دقة وهذا هي HD 1080 هذه هي اعلى دقة اذا فتحت التطبيق تظهر لك كذا هنا اعمل لها اتصال طبعا الرمز بيكون اول مرة باتتصل فيها بيكون الرمز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 هذا هو الرمز الاساسي للشبكة اتصل فيها وادخل الرمز هذا بعدين كما تشاهدون هنا عندي طبعا شبكة وافي عادية طبيعية ما فيها ايشي وهنا عندي يظهر لي كذا هنا الان التسجيل جاري التسجيل هنا جاري كما تشاهدون اذا اعمل التشغيل من هنا بيبث لبث مباشر من الكاميرا هذه الكاميرا لا انشغالة طبعا اذا اردت التسجيلات اللي بتسجل الحاجة اللي تسجلتها قبل كذا بحصلها هنا اذا جيت عندي تشغيل هنا كما تشاهدون عندي اهوة تسجيل يشتغل عادي طبيعي ما يحتاج له الاعدادات ولا شي من جرد ان احنا نعمل اول ما نقوم بتدخيل بادخال الذاكرة فيها نعمل لا تهية لان ما بتعرف عليها اذا ذهبنا هنا كما تشاهدون اه هنا في الاعدادات هنا عندي كما تشاهدون بطاقة الذاكرة اذا جيت هنا عندي بطاقة الذاكرة بعمل له تنسيك تنسيك بطاقة الذاكرة عشان تتعرف عليها لان اول مرة لما شغلتها ما تعرفت عليها بس بعدما عملت الى تنسيك عمل شسمه اشتغلت معي وهنا بيجيب لي الحجم اللي هو موجود حاليا وهنا الحالة يتم العمل طبعا سطيع تشغيل الصوت وستطيع اعقاف الصوت اذا اردت تشغيل الصوت في نفس الشسم السماعة بعدين هنا كما تشاهدون اذا جيت عندي محلي اذهب لتسجيلات لي موجودة هنا اذهب اسحب كما تشاهدون هنا عندي بالوقت هذا الوقت هذا الوقت مثلا اذا اخترت كذا هذا الوقت لما كنت تسجل في الشارع طبعا اعمل له تشغيل كذا خلاص كذا اذا اردت تحفظ مقطع من هنا فقط توقف هنا بعدين عندي كما تشاهدون التنزيل هنا بيسألني من الوقت هذا مثلا عندي من الساعة كم من الساعة 7 فاصل 30 بختار من هنا عندي اذا اردت تنزيل 10 ثواني 30 ثاني دقيقة 3 دقائق اختار مثلا كذا 3 دقائق وعمل له تنزيل هو بيحدد لي بيضلي للمكان هذا الذي فيه 3 دقائق بعد ذلك اعمل له تنزيل اذا اعملت له تنزيل اذا انحفظ على طول مباشرة في الجوال اشتركوا في القناة